أستاذ علي يعني بنشوف هذا العام بالدراما الكوميدية تحديدا بوجبة قليلة جدا مش زي ما تعودنا عليها في العوام السابقة حتى بالأردن يعني بنجز في عنا عملين كوميديات تحدث عن زعل والخضرة وأيضا على باب الدكان بعين الناقض أيضا تحدث عن هذا الموضوع ليش هذا العام كانت نسبة الأعمال الكوميدية قليلة جدا يعني أنا مش بنشوف هنية أوليلة بشكل نسب كبير يعني لكننا عندنا مثلا مسلسل كبير قوي بأجزاءه ولسه مكمل معانا عندنا بابا جيه لأكرم حسني في النص التاني عندنا فراولة لنيلي كريم وعندنا كمان بقينا اتنين شريف مونير ورانيا يوسف فبس هتنين نوع الكوميدي مختلفة يعني يمكن بقينا اتنين وفراولة اللي هي الاجتماعي كوميدي الاجتماعي لايت كوميدي اه لكن الكوميدي كوميدي يمكن هو بابا جيه والكبير او احمد ميكي بس حتى بابا جيه برضو فأحيانا كتير بتحس ان هو في عمق عن المسلسلات اللي اعتدنا عليها فكرة الكوميديا اللايت او كوميديا الموقف الخفيفة يعني فكرة الاب وتفاصيله مع اولاده والنظرة ليه دي ما كانتش موجودة بشكل كبير على مجال الدراما بس اعتقد ان هو يعني اربع اعمال نسبة كهيسة جدا مقابل ان هو الاعمال كلها عشرين مسلسل فنسبة معقولة خلينا نقوله على الكبير اوي لان الكبير اوي 8 سنوات صحيح يعني ف8 سنوات هو بيقدم يعني الناس ارتبطت بالشخصيات وبالاداء هل انت شايف ان الكبير اوي مثلا ممكن يكمل السنة اللي جاية ولا ممكن يقف ولا يغير لانه برضو الناس انت عارف سنة بيبقوا مقتنعين بالشخصيات سنة بيحبوا شخصيات اكتر من شخصيات فشايف ايه اللي ممكن يحصل شوفي هو عشان احمد ميكي مقدم المسلسل من 8 سنين فمعنى كده اللي هو مثلا كان عنده 12 سنة مع اول موسم هو دلوقتي عنده عشرين فالفئة العمرية اختلفت هي كبرت مع احمد ميكي وكبرت على ذكرياتهم معاه في الدراما رمضان من خلال المسلسل الكبير انا في تقدير ان هو اعتقد ان هو كفاية لحد الموسم الثامن يعني مش لان الناس ذهقت من المسلسل الناس لو وجلها موسم تاسع وحصل فيه تنوع برضو على المستوى القصة ودخول نجوم جدد الناس هتحبه وتكمل ولكن انا بحس ان هو وجود احمد ميكي في المسلسل نقيده شوي على ان هو يقدم شيء مختلف او يخرج من فكرة من عبائة الكبير قوي فلو اكتفينا بتامن مواسم اعتقد انه يبقى قدامه فرصة ان هو يفكر فيه شخصيات جديدة وفيه اعمال جديدة احنا كجمهور نستفاد منها طيب استد علي ايش رأيك باضافة الفنانة شيماء سيف وايضا محمد تروت لأيضا عمل الكبير قوي في هذا العام هذه الاضافة كانت لهذا العمل تحديدا بعينك سيد طبعا شيماء سيف ومحمد تروت الاثنين عندهم قدرات تمثيلية رهيبة ويمكن للناس ممكن في قشوة ده منه ان هما الاثنين بيقدموا تراجدية كويسة جدا ودراما كويسة جدا بعيدا عن الكوميديا ولكن طبعا وجودهم كان اضافة كبيرة للكبير قوي يمكن ده اللي تعود عليه احمد ميكي او عودنا عليه ان هو دايما في كل موسم بيستقطب نجوم يشاركوا معاه في المسلسل بيبقوا مفاجآت وبيخرجوا بعد كده بيبقوا هما نجوم يقدروا يشيلوا مسلسلات تانية وده حصل في تجاره كتير يمكن من مواسم من اول المواسم يعني طب لو رحنا الليه بابا جي بابا جي يرعد هو بيقدم يعني فكرة انه الاب دايما ما بقاش اي تي ام يعني يبقى دايما الاب ليه وجود فاعتقد برضو اكرم حسني بلطفه بالكوميديا قدر برضو يدي مفهوم كده وبعد لطيف ان الاب مظلوم يعني زي فكرة ابل الايجار يعني هما واختينها عن فكرة ابل الايجار انه الاب يعني لأ وجوده ممكن يبقى فعال ويبقى العمل مقدم برضو كده ايه نصرة للاباء يعني صحيح ما يمكن ده فكرة العمق اللي انا اتكلمت فيه انه هو يباني ان المسلسل كوميدي لايت ولكن فيه رسائل اعمق من انه هو مجرد عمل كوميدي لان فعلا زي ما حالك قلتي الاباء مظلومين بطول الوقت عليهم مسئولية كبيرة جدا انتجاه ولادهم وتجاه اسرهم ومسئوليات مادية كتير جدا وتفاصيل كتير اه يمكن ما بيوصل لهاش للأسرة والأسرة بتحس ان هو الدنيا تمام ماشية لكن التحديات والصعوبات اللي هو بيواجهها ما بتبقاش وصلة قوي لولاده ودايما الامة هي اللي بتبقى الكريزة بتاعت الاسرة يعني يعني وكأن الاب ده مش مش موجود يعني او مش بيضحن ايوة صحيح لكن الصورة الكاملة ان هو القاعدة هي الاب وبغيرها تبقى عليها كل الادوار اللي جاي طيب يعني علي حكينا بكثير اعمال لكن جودر اليوم او الف ليلة وليلة هذا العمل ايضا اللي يعود الى الزمن الجميل تحديدا ببعض الاعمال الدرامية شو رأيك فيه؟ شوف لو احنا مثلا قلنا ان الحشاشين نقلة في تاريخ الدراما المصرية على مستوى التراجدية او الدراما العميقة هنقول ان مسلسل جودر هو نقلة في عالم الفنتازية يمكن احنا تحديدا الف ليلة وليلة عندنا رصيد كبير جدا 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 مترصخ جوه الجمهور بكل فئات العمرية سواء اللي كان بيتابع الف ليلة وليلة في الراديو او حتى كان بيشوفها في التلفزيون على مدار مواسم رمضانية كتير جدا وبنجوم كتير جدا شاركوا او قدموا شخصية شهر ايار وشهر ازاد المسلسل تحديدا جودر عامل نقلة نوعية كبيرة جدا في عام الفنتازية واعتقد ان هو هيفتح مجال كبير جدا مش بس ان احنا نعمل اعمال بهذا المستوى لا اعتقد ان نجوم المسلسل وصنعه هيتصدره للوطن العربي كله لما بتلاقي هذا المستوى من الجودة انت مش بتحس ان انت بتفرج على مسلسل مصري محلي الجودة المتقدمة مسلسل كانوا بتفرج على جيم وصرهون او اي عمال من اعمال اللي بتنتجها كبار الستوديوهات في العالم فبالتالي ده نصره للقوة مصر النعمة وللصناعة وللمواهب اللي عندنا يعني احنا ممكن مبقاش عندنا انتاج ضخم اللي هو تلاقي ملايين ديورات بتصرف على مسلسل واحد ولكن هتلاقي قوتنا في نجومنا نجومنا بقى مش بس الممثلين مثلا زي ياسر جلال لا نجومنا في الديكور في المزيكة في الاكسسوارات في الملابس في كل حاجة عندنا قوة نعمة رهيبة يعني الديكور في جودر الحقيقة بديع يعني انا مثلا وقفت انه قصر شهريار انا انت خيلته قصر حقيقي ولكن الحقيقة الديكور ايه در يعمل ده طبعا انا عايزة افهنة كمان عند ياسر جلال ياسر جلال كفنين ادر على مدى السنوات الحقيقة عديدة انه يتنقل ما بين شخصيات كلها مختلفة واصعب من بعض يعني اقدم شخصية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاختيار وادين اقدم شخصية اجتماعية وبعدين بيقدم السنة دي ابهار في الف ليلة وليلة بشخصية شهريار يعني انا بشوفه كفنين على مدى ثلاث سنوات قدر يعمل شخصيات صعبة ومختلفة شوفي هو ده الذكاء الفني يعني الممثلين كلهم مابدين في الصحة وكلهم يقدروا يقدموا الاعمال اللي هي بتستهويهم ولكن قليل الفنان اللي بيبقى عنده من الزكاء ان هو يختار شخصياته بعناية حتى لو غاب موسم او اثنين ياسر جلال من الشخصيات اللي بتركز جدا فهي هتقدم ايه ولازم يبقى نستوعب الدور وهضمه كويس وعارف هو خطوته اللي جاية فيه عشان كده هو وافق على مسلسل زي المسلسل الاف الليلة وان هو اجسد شخصية جودة المصري يعني هو بيلعب شخصيين في المسلسل شخصية شهرية رتقدمت بشكل كبير جدا ونتحت مع نوجيم النجوم كتير ومنهم مثلا حسيني فهمي ممكن هي دي التجربة الاقرب للجيل الحالي ونجلق فتحي ونجلق فتحي فهتلاقي ان هو كان مجال للمقارنة بشكل كبير ولكن من اول حلقة محدش فكر ابدا ابدا ان هو يقارن ياسر جلال باي حاجة تقدمت لان هما شافوا مستوى مختلف تماما من الجودة ونقلة الزمن يعني بص يا رعد يا نقلة الزمن يعني انا سعيدة من مخرج العبقاري فهمي عبد الحميد والمخرجين الاخرين اللي قدموا الف ليلا وليلا الى زمن تاني بنجوم تانين الحقيقة اسلام خيري عامل تفاصيل هو برضو يعني اسلام خيري كان مشاهد لازي الاجيال يوما ما لا هو كمان برضو فكر ان انت بتسلمي الراية من جيل لجيل ده يعني هما عشان المخرجين دول اتربوا على اعمال مهمة جدا زي الف ليلا وليلا في نوع واسم كتير فهو تشبع بالتجربة وعشان كده قدر يطورها ويقدم فيها الجديد وهو كمان كان مقدم جات سليمة السنة اللي فاتت مع دونيا ثامير غانم وكان برضو مستوى رقي جدا من العمال فاعتقد ان هو يعني احنا محتاجين نخوض اكتر او نغوص اكتر في درامتنا العربية او القصص العربية بتاعتنا نروح لالف ليلا وليلا ونروح للأدب العربي العالم كله بيستلهم مننا واحنا اخر ناس بنفكر في ان احنا نقدم تاريخنا يمكن اعتقد جودر هتكون رسالة مهمة جدا ان احنا نرجع نعيد التفكير تاني نقلب في تاريخنا ونطلع شخصيات والقصص مش بس في مصر في الوطن العربي كله يعني نعم علي يعني نيلي كريم وخروج بفراولة عن خط التراجي ده يعني هذا شيء اليوم ممكن يحسب للناس انه هي اليوم خرجت عن هذا الخط المألوف لنيلي كريم تحديدا في الدراما لهذا العام هي نيلي كانت لازم تخرج من زمان الصراحة لان هي نيلي قدمت اعمال نقدر نقول ان هي يعني بتصنيف الجمهور اعمال نكد بس هي طبعا كانت اعمال متميزة جدا واكتشفت نيلي كريم بشكل مختلف يمكن نيلي كريم مع كل مخرج والتاني بتظهر قد ايه عندها قدرة على تجسد الشخصيات وان هي تبكينة في حالات كتير وكمان نيلي زكية في اختيارات الادوار اللي بتقدمها والمواضيع الشائكة اللي بتدخل تخدها يعني فكان لازم انها تفصل شوية تغير الصورة الزهنية عند الناس وتقدم الوان تانية مختلفة من خلال فراولة ده في صالحها يعني طب لو عدنا تاني للاعمال الشعبية او العمال مش عايزة تسميها شعبية ولكن اللي هي بتقدم شخصية ابن البلد والقريب من الشارع المصري فعندنا الحقيقة اكتر من عمل يعني هي فنن احمد العودي بيخود السباق الرمضاني خلينا نقوله ولكن من غير النجمة ياسمينة عبدالعزيز يمكن ياسمينة عبدالعزيز اديته القوة في اكتر من عام وبقى هو قادر لوحده دلوقتي يبقى هو بطل المسلسل شفته ازاي السنة دي شفي احمد العودي يمكن هو كان في البداية محتاج ان يبقى فيه حد واقف في ظهره ويدعمه على مستقيم او يجذب الجمهور ان هو يشوفه لكن هو يستحق ان هو يحصل على البطولة الاولى لي او ان هو يبقى بيحمل المسلسل باسمه ولكن هو كمان حتى معه مجموعة كبيرة جدا من النجوم مش هقول ان هي تسند ولكن تبقى المائدة كاملة او الوجبة كاملة فيها تنوع على مستوى الادوار احمد العودي ليه جمهور كبير جدا وعايز اقولك ان المسلسل يعني مش عايز اكون مبالغ لو ترك مكسر الدنيا على مستوى نوعية الجمهور اللي بيحب الدراما الشعبية ولكن محقق نجاح كبير جدا سيد علي اليوم المنصات كثيرة جدا يعني زي ما نشوف السوشال ميديا منتشرة بشكل كبير جدا وهذا شيء اخذ جزء من المشاهدات على محطات التلفزيون في الوطن العربي تعديدا او بمشاهدة الدراما هل هذا اليوم كان سبب في تخفيض بعض المشاهدات او نسبة المشاهدات على هذه المسلسلة تقصد منصات العرض منصات تواصل اجتماعي العرض نعم صحيح يعني في منصات العرض مثلا زي ووتشت وغيرها من المنصات لكن في بعض المنصات لعرض هذه المسلسلات الدرامية في شهر رمضان المبارك اخذت الحصة من التلفزيون بالعكس انا بحس ان هي بتدعم اكتر المشاهدة هقول لها كلي احنا طبيعة يومنا في رمضان بقت مختلفة جدا الناس عندها جامعات وناس عندها اشغال ولسه المدارس موجودة وخلال فترة قريبة كانت الناس بتنتحن قبل العيد ففي انشغلات كبيرة جدا بالنسبة للمتفرج المنصات لانها بتعرض المسلسلات بدون اعلانات فبيقدر المتفرج العادي يخصص مثلا خمس مسلسلات هشوفهم على المنصة فبيسهل عليه عملية المشاهدة والفرجة بشكل كبير غير لما بيتابع على التلفزيون فانا اعتقد ان هو اللي بيفوتوا حاجة على التلفزيون بقدر يلحقها على المنصة وده بشكل كبير بيسهل عملية المشاهدة بالنسبة له فهي داعم للمشاهدة بالنسبة لنا احنا الحقيقة يا رعد يعني احنا بالنسبة لنا ضيق الوقت فالمنصة بالنسبة لنا ده سهلة جدا سهل سريع جدا والفهم كمان ان هو فيه سهولة جدا فيه بان انت تتفرج بصورة جيدة وفي اي مكان تلما فيه انترنت كويس خلاص بتتفرج وبتستمتع بالحدث انا يعني عايزة اقول كده بشكل شخصي انه كان عندنا الحقيقة عملين السنين دي انا كنت احسى انا من الناس بحب لمة العيلة والاهل والاولاد والشباب والاجيال المختلفة فحقق لي دا انا شخصيا يعني لو بتكلم عن نفسي كمشاهدة حقق لي دا في عملين كامل العدد وامبراطورية مين الاتنين كان فيهم جو العيلة والشقاوة والشباب وكان فيه فرصة ان احنا نشوف وجوه كده تازة وشباب صغير يعني كنا متفرج على نجوم من اطفال لشبات لاجيال مختلفة فاعتقد دا برضو يحسب جدا للانتاج السنيني عشان كده بقول لحقك ان هو فيه تنوع كبير وصراء فني هتلاقي الحاجات اللي بتناقش العيلة وكمان بتكتشف يعني المسلسلات مش بس نهاية تقدم لك وجبة ممتعة من الدرامة لا كمان هي عليها عطق ان هي تقدم لك نجوم جديدة نشوفهم بقى في المواسم الجاية هم ابطال المسلسلات يعني نور النبوي اعتقد ان هو هيكون ليه دور اكبر بكتير في الفترة اللي جاية ميان السيد مجموعة كبيرة جدا في امبراطورية مين كانت متميزة جدا اعتقد ان هو هيتم النظر لهم بشكل مختلف في الفترة اللي جاية كامل العدد في الجزء الثاني هو يعني عايز اقول ان هو نجح اكتر من الجزء الاول لان انت بتدخلي في شباب اكتر بمواقف كوميدية اكتر والمسلسل كان يعني كوميدي اجتماعي لايت بيناقش مشاكل اكيد هتلاقيها بتتماس معانا كمتفرج يعني الام هتلاقي حد بيعبر عنها وعن مشاكلها وعن الضغوط اللي عليها الاب هتلاقي نفس الوضع الاطفال او الاولاد هتلاقي مشاكلهم بتتعرض على الشاشة وبتتنعيش بشكل جميل فكل ده بيبقى اجازب وكل ده بيدي ثراء للمجموعات الاعمال المتقدمة نعم يعني علي انت جاب شوي حكايت عن موضوع الفئات العمرية والتنوع في العرض الدرامي لهذا العام في كافة المسلسلات لكن عرض الاطفال او حصة الاطفال لهذا العام ما شفناها زي زمانا كنا متذكر يعني كنا انت طلع على التلفزيون شافكي انت نحضر المناهل نحضر بعض البرامج التلفزيونية للاطفال لكن اليوم وفوزير وكان عندنا بكار وحاجات كتير فهي اليوم ما بنشاهدها بعين الناقض اليوم شو رأيك بهذا الموضوع وليه اليوم اختفت هذه الحصة للاطفال لا انا هتعيوك بقى تعمل اكاونت على ويتشت عشان تتفرج لا الحقيقة ان دراما رمضان للاطفال انا بشكر على ده الشركة المتحدة ان هي مهتمة بالاطفال بشكل كبير جدا يمكن احنا بدأنا من حوالي ثلاث سنين يحيا وكنوز ونور ونور اهه السنة دي احنا بنشوف اربع اعمال دراماية للاطفال ما بين يعني انيميشن وفيهم برضو رسائل مهمة جدا يعني هنشوف مثلا يحيا وكنوز في جزء الثالث مسلسل بيناقش شيء عظيم جدا فكرة الهوية المصرية وازاي نحافظ على هويتنا المصرية يمكن مؤخرا احنا بنشوف فيه هجمات شارسة جدا فكرة تزوير تاريخنا او ان حتى على الهوية العربية يعني بما اننا في برنامج عربي استاذ علي انا بشوف كمان يا رعد انه اطفالنا اطفال العرب بيتفرجوا على منصات العالمية وبيتأثروا بيها لكن وجود دلوقتي الكارتون العربي والمنصات العربية والبرامج العربية بتعيد الهوية العربية وده شيء مهم يعني صحيح ده شيء مهم جدا ان احنا المتابع للدراما الاطفال او الانيميشن الاجنبية حيلاقي فيه رسائل يعني صعبة جدا 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 واعتقد ان هم بيحاولوا يرسخوها في ازهان الاطفال عشان يستثمروا ده بعد كده يعني انا بحس ان الفيلم الانيميشن او مسلسل الانيميشن اخطر بكتير من هو الطفل يتفرج على اعمال موجهة للكبار لكن احنا عندنا مثلا يهي وكنوز عندنا نورة وعندنا سر المسجد وعندنا نور والكوكب السعيد وكان السنين اللي فاتت كان فيه ديسكافوري وكان فيه مجموعة كبيرة من الاعمال المخصصة للاطفال ولكن انا بحس ان هو المتحدة تبقى حبا ما بقاش بس مجرد مسلسل الانيميشن للاطفال مسلي لا كمان بتحط فيه رسائل مهمة جدا ان سر المسجد بتكلم عن تاريخ المساجد وعن الدين بشكل مبسط للاطفال نورة بتوجه الناس او بتوجه الاطفال وبتديهم دفعة خوية تب خلينا نقول كده وإحنا منتكلم مع بعض بصوت عالي انه زي ما رعدة قال يمكن الافكار القديمة اللي احنا بقى اجيالنا تربط عليها ان فوزير ولا طفل لانه الطفل كان محدود لسه يعني ما كانش فيه الانترنت الفضيع ما كان منتش الانترنت والمواقع ولا السوشيال ميديا ولا كده فعشان كده دلوقتي المتحدة حرست ان هي تناقش عقل الطفل بقى بالضبط مش مجرد المتعة مش مجرد المتعة لان كمان خد بالك يعني الاعمال دي نجحت بشكل كبير وتشوفي صداها فوسط الاطفال ونجاح الاعمال دي اصعب كتير جدا من نجاح الاعمال الدرامية العادية لانه طفل تغير لانه هو بيشوف الانيميشن اللي برا فلو ما لقاش نفس المستوى او يمكن اعلى كمان يتفرج عليه هيهزف عنه لكن الحقيقة ان انا شايفين فيه مشاهدة ومتابعة كبيرة جدا ليحية وكنوز وسر المسجد ونورة ونور والكوكب السعيد راعد هنتابع بقى الحقيقة نرجع نعيدها 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 طيب ايه رأيك يا راعد ما احنا نحط الاستاذ علي كناقة على كرسي الاعتراف لانه فهم في دامة فيه أسئلة سريعة على كل شخص صح بس احنا نحطه على كرسي الاعتراف واخد كرسي الاعتراف هتجاوب عليها هتجاوب عليها هتجاوب عليها خلص ابدال يا راعد بدل ليش من عندك يلا نبدأ من عندك يلا مين افضل خمس ممثلين بالترتيب خمسة بس يعني نخليهم ستة طيب يا راعد ستة يعني عشان بمصر ستة نقول عشرة ستة عشرة كتير طبعا كريم عبدالعزيز يعني على رأس القايمة تمام مش عرفت احب اقول ليه ولا اقول بس اسماء لا يعني قول ليه طبعا قول ليه لا يعني حقيقي كريم عبدالعزيز طبعا هو ده اول مرة يجسد دور شر في رمضان وكريم ماسك الشخصية احنا اعتدنا كتير جدا على فكرة المبالغة في شخصية الشخص الشرير لكن كريم ما قدم الشخصية بزهن واعي جدا ان هو مش عايز انفعالات مبالغ فيها هو بيوهم كل الحواليه بان هو الصح فبالتالي الانفعال عليهم ممكن يجي مساجة عكسية اه بالاقناع فهو بيقناعهم وبيوهمهم بهدوء كده وبرزانة من غير صوت عالي ومن غير ما تلاقيش فيه انفعالات سريعة او شديدة فهو النجم الاول فهو النجم الاول طبعا مقدرش اقول يعني اغفل احمد عيد رغم ان هو معايا في نفس المسلسل لكن برضه هو احمد عيد من اهم الشخصيات زيد بن سيحون في المسلسل مجسد دوره ببراعة شديدة جدا جدا حقيقي صحيح ومغير جلده للسنة التانية وانا عايز اقول ان هو حرم عليك يعني انت كان لازم تغير جلدك من سنين طويلة كمان ايه تاني انا كده كريم عبدالعزيز احمد عيد خالد النبوي امبراطورية نيم ياسر جلال مصطفى شعبان عامل دور رائع جدا في المعلم كله رجال فين السيدات وين العرب كمان فين العرب صحيح الاردنية ملناش حصها عندكم شوف بقى احنا ينغفان ان احنا نتكلم عن مسلسل ماليحة مسلسل ماليحة واحد من امتع الاعمال جميل الامان جميل صحيح مسلسل عربي مش بس مصر لان هو بينقش القضايا السبسطينية ومن حسنات المسلسل ان هو عرفنا على نجوم عرب يعني انا كنت اتمنى ان اتعرف عليه من زماني كل الفريق العربي سواء من الاردن او من فلسطين مشارك فيه مسلسل ماليحة يستاهل كل التحية صراحة يعني انا تقريبا بتفرج عليهم يعني اول بس ما هما بيتأثروا بمشهد ما تلاقي الدموع على طول نزلت لان هما في صدخ رهيب وايمان بالقدير الفلسطينية فظاهر في كل تفاصيل الادوار اللي بقدمهم احنا خلينا رعد هنا يستأذنك ويقول هو في مجموعة الممثلين مين من الممثلين في الاردن نقدر نخطه زينا رحمة مر وان وكثير منذ رايحنا من الفنانين الرائعين ان دوار العاشر ان دوار العاشر عمله الأخير في هذا العام وايضا ساري الأسعد فنان وعبير عيسى ايضا من الفنانين الاردنيين بصراحة اللي بجزء هذا العام عملوا مجهود كبير جدا وحكوا عن قضايا مجتمعية ممكن تموسم المخدرات والقضايا مجتمعية مثل التجار والبشر يعني هاي القضايا اليوم احنا كمان بحجتها والتي نحكس الرسالة كديش اليوم الفنان العربي أو الأردني أو المصري أو العراقي أو الفلسطيني كديش هو صاحب رسالة وحاب يوصل هاي الرسالة لكل العالم تحديداً وإحنا اليوم بمنطقة خطر أصلاً اليوم ما نحكي عن اليوم في بعض الحدود هي مفتوحة لي بعض التهريب بعض المخدرات وهذا اليوم هذه القضايا المجتمعية كديش مهم أن نعالجها في دراما العربية تحديداً دراما العربية لأنها بتدخل كل البيوت فتقدر من خلالها تقدم رسالة كتير مهمة يمكن الفن بالأساس للتسلية ولكن تقدر كمان تخليه أعمق من فكرة التسلية وتحط فيه رسالة كتير مهمة من ضمنها مثلاً مسلسل مليحة وحتى مسلسل جودر وغيره أعيب أنت تناقش رسائل يعني طيب إحنا هنعود إلى السرعة والإقاع وحضرنا كرسين عدراف خلاص قولنا الخمس انت برضو عايزة فن نجمات خلينا نقول نجمات غادة عبد الرازق مقدرش نساها عايشة بن أحمد في بدون سبق انزار وطبعاً أيسر ياسين عشان نضمن الرجال عندنا وفاق عامر عندنا حقيقي فيه مجموعة إحنا خدنا أكتر من خمسة خلين روح على خمسة ثانية أفضل وجوه شابة هذا العام أفضل وجوه شابة خلينا نقول خمسة عشان الوقت خمسة هما مش وجوه شابة قوي لأن هما قدموا تجربة قبل كده ممكن نقول أحمد عبد الوهاب في الحشاشين أحمد كشك في جودر محمد الدمراوي في جودر برضو إلهام الصغيرة في إمبراطورية نيم إلهام صفية الدين إلهام صفية الدين جهان الشماشيرجي في جودر يعني حرام خمسة و جهان الشماشيرجي في كمل العدد نضلهم خمسة نضلهم نضلهم دي حقيقة مين ياخد الترند في رمضان ده؟ في كل نوعية في كل تيمة من النجمة اللي ممكن ياخد ترند في رمضان؟ كريم عبدالعزيز طبعا حشاشين حشاشين هقولك لي لأن نوعية مسلسل الحشاشين من الأعمال اللي بتثير النقاش تحرك المياه الراكدة ده بالأساس مهمة كبيرة جدا مش سهل إن صناعة دراما يعملوها إحنا من بداية عرض المسلسل وإحنا هتلاقي كل الجمهور بدأ يفتح الكتب وبدأ يسرش ويشوف طائفة الحشاشين ويتابع الموضوع ده حصل ولا ما حصلش ويتناقش المناقشة دي هو ده جزء مهم جدا من فكرة الدراما إن أنا أخليك تفكر آه انتقدني وقول كل اللي أنت عايز تقوله بس هتفكر هتفتح وتتسرش وتتابع وتشوف وده في حد ذاته شيء مهم جدا نعم